لتفعيل المكالمات او تسجيل المكالمات على اجهزة سامسونج زي ما احنا عارفين ان جوجل اكبرت جميع الشركات مع عادة سامسونج ان هي تستخدم برنامج الاتصال الخاص بجوجل وده اللي فيه نوع من الشفافية فانت ما بتيجي تسجل لاي حد مكالمة او تفعل تسجيل المكالمات بيسمع هو رسالة صوتية هذه المكالمة مسجلة اما بالنسبة لسامسونج وتقول لسامسونج بتستخدم لسه لغاية الوقت برنامج الاتصال الخاص بيها مش بتاع جوجل ولكن برضو في بعض اجهزة سامسونج لما بتيجي تسجل او تنزل برنامج تسجيل المكالمات ما بيجي لكش تسجيل وما بتسمعش حتى لوصولك انت بس ما بتسمعش صوت الطرف التاني وده لان بعض الدول بتحظر تسجيل مكالمات فسامسونج ما بتعمل الصوت وير الخاص ببعض الدول بتحظر فيه عشان متحطش نفسها تحت طائلة القانون بتحظر فيه تسجيل المكالمات وعشان تحل المشكلة دي تلازم تشوف الصوت وير بتاع جهاز بتاعك حتى لو انت مثلا في دولة بتحظر تسجيل المكالمات ولكن الصوت وير بتاعك بيدعم هتلاقي الخاصية الشغالة معاك يعني في مصر ممنوع تسجيل المكالمات ولكن لو الجهاز بتاعك فيه سوفتوير اماراتي بيشتغل معك عادي وبتلاقي تسجيل المكالمات لنشغل تسجيل المكالمات تلقائيا هندخل على برنامج الاتصال وبعد كده هنختار التلات نقطة اللي فوق دول وهنختار الضبط وبعد كده هنختار تسجيل المكالمات وهنخلي المكالمات تلقائي كمان لو انا عايز يجيلي اشعار بعد تسجيل المكالمة هنزود الحتة اللي فوق دي مش عايز يجيلي اشعار ويحفظ المكالمة على طول فهنقفلها كمان لو انا عايز ان انا اغير مكان التخزين لاما اختار الزاكرة الداخلية او البطاقة الخارجية جربوها كده واكتبو لنا في التعليقات